ليس فقط على الرقم مئة نستجيب لمناشداتكم ونداءاتكم بل تجاوزت خدماتنا المجتمعية والشراطية لغة الأرقام لناصلكم أينما كنتم في المناطق المهمشة والمعزولة احتلاليا فما يزيد عن العشرين فردا مدربين من الطواقم الشراطية الكرمية يتجهون من خلال المركز المتنقل لشرطة المجتمعية إلى الأماكن التي تعتبر خارج المنطقة ألف تحركات وإشارات تتبادلها سبع إدارات تخصصية شراطية تعتبر ركيزة أساسية في هذا القسم المستحدث جديدا والذي طبق في طول كرم كأول محافظة على مستوى الوطن من منطلق ومبدأ استراتيجية وسياسة الشرطة الفلسطينية في المناطق خارج منطقة ألف والتي تعتبر لوعا ما مهمش تولدت فكرة وجود مركز مجتمعي متنقل يقدم خدمات شرطية واجتماعية للمواطنين في مواكن تواجدهم في هذه الكرة فبالتالي فكرة وجود مركز متنقل هي فكرة جديدة من قبل قيادة الشرطة بقيادة اللواء حازم عطالها كائد الشرطة الفلسطينية وبإشراف العقيد عزام جبارة مدير شرطة محافظة الكرم تم هذا المشروع وعدلوا أربع شهور كفترة تجريبية حقق نجاح باهر في هذا الموضوع الوجهة المستهدفة للمركز الشرطي المتنقل كانت إلى الشمال الشرقي من طول كرم وبالتحديد في باقة الشرقية لتحظى طالبات مدرستها الأساسية بلقاءات توعوية في مجالات مختلفة من قبل طاقم الشرطة المجتمعية دورنا هنا محاضرة توعية عن دائرة حماية الأسرة وعن التعريف في الشرطة المجتمعية المتنقلة وشو دورها ولاش احنا موجودين في الكرة اللي مش موجود فيها مراكز الشرطة ضبط إيقاع الأمن والأمان في هذه المناطق إضافة إلى الحد من حدوث الجرائم والخوف منها إحدى الاستراتيجيات الأمنية التي دفعت الجهات المختصة لإنشاء وإضافة الشرطة المجتمعية بل وما هو أبعد من ذلك يتمثل في تفادي وقوع الجرائم بحد ذاتها واستمرارية التواصل مع كافة المؤسسات المجتمعية بحكم أننا في الكرة في الريف في مناطق نائية مش كل المناطق فيها شرطة الشرطة الفلسطينية طبعا فيه كرة ما فيه بيكون فيها مراكز فطبعا إحنا بحاجة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بيكون بتقديم الخدمات بيكون على حل المشكلات بتجنب برضو المشكلة قبل حدوثها الشرطة المجتمعية يندرج ضمن مهامها التواجد الميداني لبحث مدى قانونية القضايا المرورية ومراقبة تطبيقها والالتزام بها من قبل المواطن في الفحص الميداني نقوم بإيقاف المركبة في مكان آمن بحيث نعمل الشكل خطورة على المركبات الأخرى بوضع الحواجز الموجودة معنا بطرفنا ونطلب من الصائق الأوراق التبطية للمركبة مع هويته الشخصية وعندها إبرازها ونقوم بفحص المركبة ومقارنتها بأرقام لوحة التمييز للمركبة وبذا تكون الشرطة المجتمعية في تول كرم قد شكلت وسيطا مشتركا ما بين المؤسسة الأمنية والمجتمع إضافة إلى توسيع تطلعاتها في تحقيق معادلة الأمن الإنساني الشامل لتلفزيون الفجر الجديد وفأزيدان